بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي الطلاب اليوم سنتحدث عن درس يا بلدي حرام نص شعري سنستمع إليه ثم سنقرأه ثم سنجيب عن بعض أسئلته تذكيراً بالدرس الماضي خطوات القراءة المتعمقة كنا قد تحدثنا عن خطوات القراءة المتعمقة أهم خطوات القراءة المتعمقة هي استطلع ثم اسأل ثم قرأ ثم أجب ثم راجع وهي أهم الخطوات التي يجب أن تتبعها في طريقة فهمك لأي موضوع من الموضوعات اليوم سنتحدث عن التحليل الأدبي يا بلدي الحرام نحن في وحدة حب الوطن أهداف الدرس هدف عام يتعلق بالوحدة بشكين عام وهدف يتعلق بالدرس بشكل خاص الهدف العام هو اكتساب اتجاهات وقيم متصل بمجال حب الوطن والهدف الذي يهم درسنا هنا هو فهم النصوص الوحدة المقروعة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها هو أن تفهم النصوص وأن تحلل ذاك النص وتتذوق هذا النص وأيضا تنقد هذا النص تحليل الأدبي يا بلدي الحرام وهذا هو رابط الدرس الرقمي وهذا أيضا رابط للاستماع إلى النص يا بلدي الحرام هذا النص وهذه الأبيات سنستمع إليها ثم بعد ذلك سنبدأ بالإجابة عما ذكر فيها من أسئلة أمامك حبكة النجوة هلام وعندك لا يصح لي الكلام لأنك قبلة الدنيا وإني أجلك والجليل له احترام وإنك آمن والكون خوف فماذا أنت يا بلدي الحرام على جنباتك الإسلام قامت دعائمه وعز بك السلام ووجهك بهجة ورؤاك نصر وفي جنبيك زمزم والمقام وصوتك روعة تتلى وذكر على ترتيله سجع الحمام إليك من البياض أتت ألوف أقام في ربوعك واستقام ونهر الخير حيث وجدت يجري لهذا حوله كثر الزحام يلام بحبهم قوم أحبوا ولكن بحبك لا نلام إذا لم تبقى في الأذهان رمزا نعظمه على الدنيا السلام سنستمع إلى أيضا هذه الأبيات مرة أخرى وسنطلب منك أيضا أحضر كتابك وتبع مع هذه الأبيات وقرأ أيضا هذه الأبيات وتعمق في فهمها لأننا سنحلل هذه الأبيات وسنتذوقها وسنفهم أهم ما ورد فيها من معاني سنستمع إلى هذه الأبيات مرة أخرى أمامك حبكة النجوة هلام وعندك لا يصح لي الكلام لأنك قبلة الدنيا وإني أجلك والجليل له احترام وإنك آمن والكون خوف فماذا أنت يا بلد الحرام على جنباتك الإسلام قامت دعائمه وعز بك السلام ووجهك بهجة ورؤاك نصر وفي جنبيك زمزم والمقام وصوتك روعة تتلى وذكر على ترتيله سجع الحمام إليك من البياض أتت ألوف أقام في ربوعك واستقام ونهر الخير حيث وجدت يجري لهذا حوله كثر الزحام يلام بحبهم قوم أحب ولكن بحبك لا نلام إذا لم تبقى في الأذهان رمزا نعظمه على الدنيا السلام جميل استمعنا إلى هذه الأبيات وقرأناها أيضا مرة أكثر من مرة وننظر الآن إلى ما يأتي من الاستخدام نستكشف النص أولا تعرف الشاعر هذا كاتب النص أو الشاعر هو صالح ابن سعيد الزهراني شاعر السعودي ولد عام 1381 في الباحة وقد تدرج في تعليمه حتى حصل على شهادة الدكتوراه في البلاغة والنقد من جامعة أم القرى في مكة المكرمة يعمل أستاذا في قسم الدراسات العليا العربية في جامعة أم القرى وهو عضو في نادي مكة الثقافي الأدبي ونادي الباحة الأدبي من أعماله الشعرية تراتيل حارس الكلاء المباح فصول من سيرة الرماد تضاريس الجلال ومنه النص السابق ومنه النص السابق وهذا أيضا هو قائل النص ثانيا واحد من الذي يخاطبه الشاعر في النص بإمكانك أنت الإجابة هذا لك هنا اثنان هل تتضمن وخاطب الشاعر تعظيما للمخاطب أيضا بإمكانك أنت الإجابة والنظر إذن نعود إلى واحد ونقول هنا من الذي يخاطبه الشاعر في النص بالتأكيد أنك عرفت الإجابة الشاعر يخاطب ماذا أو يخاطب من في هذا النص ونقول هنا البلد الحرام الشاعر يخاطب البلد الحرام اثنان هل تتضمن مخاطبة الشاعر تعظيما للمخاطب لما خاطب البلد الحرام هل تتضمن هذه المخاطبة تعظيما للمخاطب بإمكانك أيضا أنت أن تجيب جميل بالتأكيد أنك قد وصلت إلى الإجابة ونقول نعم تتضمن ذلك تتضمن ذلك ثلاثة هل أورد الشاعر أسبابا لتعظيم المخاطب أيضا من خلال النص هنا استمعت للنص أكثر من مرة وإيضا اقرأ النص وعود إليه وانظر إلى هذا النص وتعمق في فهمه واجب هل أورد الشاعر أسبابا لتعظيم المخاطب لذلك هنا أربعة ما الغرض من النص ما الغرض من النص إذن ثلاثة نقول هل أورد الشاعر أسبابا لتعظيم المخاطب بالتأكيد أنك قد وصلت أيضا لإجابة ما الأسباب التي أوردها الشاعر لتعظيم المخاطب أو تقول هل أورد الشاعر أسبابا لتعظيم المخاطب ونقول نعم أورد الشاعر أسبابا لتعظيم المخاطب فهو قبلة المسلمين وهو آمن على جنباته قامت دعايم الإسلام ما الغرض من النص هذا النص الذي قرأناه وأيضاً استمعت إليه ما الغرض من هذا النص نقول بيان حب البلد الحرام هذا هو الغرض والهدف الرئيسي من هذا النص وهو بيان حب البلد الحرام ثالثاً أنمي لغتي طبعاً ستأتيك هنا يقول أتعاون مع مجموعة القيام بما يأتي ستأتيك عدة صور سننظر إليها الآن في الشريحة التالية هنا تأمل هذه الصور ونظر إليها أيضاً في كتابك بإثنان هنا مناقشة الإضاءة الواردة في الهامش ومناقشة تطبيقها على الصورة الثانية ويضاً سنأتي الإضاءة وسنقرأها ثم البحث في المعجم عن الجذور المطلوبة ثم إكمال الناقص إذن هنا بداية الصور هذه نتأمل هذه الصور ونظر إلى هذه الصور قبل أن تبدأ بالإجابة عن ما فيها هنا يقول مناقشة الإضاءة والإضاءة الواردة في الهامش ومناقشة تطبيقها على الصورة الثانية إذن هنا من إضاءة؟ هذه هي الإضاءة نحن عن ماذا تتحدث الإضاءة؟ تقول الفعل مجرد ما هو الفعل المجرد؟ هو الذي لا يمكن الاستغناء عن أحد حروفه وهو أصل البحث في المعاجم بين قوسين هنا جذر الكلمة جذر الكلمة إذن هذا هو الفعل المجرد يعني أصل أصل الفعل أو جذر الكلمة نأتي بالماضي المجرد لكلمة ثم نبحث عنها في المعجم هذه بطريقة البحث عن أي كلمة في المعاجم فأنت تجردها من الزيادة للتعريف وما إلى ذلك ثم نأتي بالماضي المجرد يعني الفعل الماضي إذن هذا هو ما يسمى بجذر الكلمة الكلمة التي تكونت منذ الكتبة الكاف والتا والبا هذا هو جذر الكلمة هذا هو جذر الكلمة والفعل المجرد هو الماضي هو الماضي فنقول هنا الفعل الذي لا يمكن استغنى عنه أنا أحد حروفي وهو أصل البحث في معاجم بين قوسين جذر الكلمة نأتي بالماضي المجرد لكلمة ثم نبحث عنها في المعجم ثم نبحث عنها في المعجم ثالثا هنا البحث في المعجم الوسيط عن الجذور المطلوبة ثم نكمل الناقص في الصور الأخرى لاحظ معي هنا هذه الصورة الأولى كاملة ستكمل أنت في الصورة الثانية ثم الثالثة لاحظ هنا أمامك حبكة النجوة هلام الحبكة هنا حبل يشد به الوسط الفعل المجرد حبكة حبكة الماضي قلنا هو المجرد هو الماضي أصل بين قوسين شد هذا المعنى إذن هذا هو استخرج وقد أكملت هذه الصورة سنكمل أيضا الصورة الثانية ونقول هنا أمامك حبكة ثم فراغ هلام بإمكانك كذلك تكمل ما معنى النجوة هنا نجا هذا الفعل المجرد من ناجا بين قوسين أيضا هنا سار سار هذا هو الثلاث فنقول هنا أمامك حبكة بتأكيد أنك عرفت التكملة ونقول هنا النجوة النجوة هنا ما معنى النجوة والنجوة هنا إسرار الحديث إسرار الحديث هذه الصورة الثانية هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة أمامك حبكة النجوة والتكملة الكلمة الموجودة أيضا في نفس النص نقول هنا هلام 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 هنا قد ذكرت لك مادة بروتينية شفافة مادة بروتينية شفافة ما أصل هذه الكلمة ونسأل بحث عنها وابحث عنها أنت في المعجب وابحث عن هذه الكلمة في المعجب واستخرج الفعل الذي أتت منه هلام هنا هلام أتت من الفعل هلوماء ثلاثي هلام وهلام هي مادة بروتينية شفافة هي مادة بروتينية شفافة لاحظ هنا أيضاً الصورة الرابعة إجلال هو تعظيم طبعاً لم يذكر المثال ستذكره أن الذي ورد في البيت تعود أيضاً إلى النص ستذكر منه المثال وأيضاً هنا من جلّ وأجلّ عظّم إذن إجلال هو تعظيم من جلّ وأجلّ عظّم من البيت الذي ورد فيه ونقول هنا أجلّك والجليل له احترام أجلّك والجليل له احترام خامساً ذكرت لك فقط كلمة واحدة هنا دعائمه أيضاً عد إلى الأبيات واستخرج منها كلمة التي فيها دعائمه وما معنى دعائمه وما الفعل مجرد من هذه الكلمة دعائمه ونقول أيضاً خامساً هنا على جنباتك الإسلام قامت دعائمه وعزّ بك السلام هذا في تكمله أنا أردت أن تكمل ذلك ما معنى دعائمه أيضاً عد وابحث عن معنى هذه الكلمة ونقول أيضاً دعائمه هي العماد والتي يقوم عليها هي العماد التي يقوم عليها عليها ما أصل هذه الكلمة أو الفعل مجرد منها من الفعل دعم من الفعل دعم بمعنى أعانى وقوى بمعنى أعانى وقوى أفهم وأحلل هنا أولاً طبعاً ستجيب أيضاً ستجيب أنت ومن معك من زملائك وعن ذلك إجابة شفهية أتعاون مع مجموعة مع الاستفادة من الإضاءة حول الأبيات الأول إلى الثالث للقيام بما يلي استفادة الإضاءة ومقصود به أيضاً الذي كنت ذكر فيه الفعل المجرد التي ذكرنا فيها الفعل المجرد هنا إجابة ما يلي شفهياً بإمكانك أيضاً أن تجيب عن ذلك شفهياً لمن وجه الشاعر قصيدته أنت وزملائك أيضاً بإمكانك أن تجيب عندي هل هي الأسئلة كذلك السؤال الآخر ما الذي يستفاد من هذا الخطاب أيضاً سؤال هل أورد الشاعر ما يشير إلى تمييز المخاطب تمييز المخاطب أيضاً نقول هنا هناك سببان عام وخاص لاستشعار الشاعر عظمة البلد الحرام سببان عام وخاص لاستشعار الشاعر عظمة البلد الحرام ماهما أيضاً ناود أن تعود للنص وتقرأ وتجيب عن ذلك هنا أيضاً ما المقصود بكلمة الحرام في قول الشاعر يا بلد الحرام ما المقصود بقوله أو بكلمة الحرام في قول الشاعر يا بلدي الحرام وهنا ستجيب عن هذه الأسئلة أنت وزملائك من خلال مدرستك للنص ثانياً إجابة ما يليه كتابياً ألاحظ هنا الإضاءة أستفيد من قراءة الأبيات أيضاً من الأول والثاني والثالث قراءة متأنية عد أيضاً للأبيات وقرأها قراءة متأنية ثم هنا مكون أنمي لغتي كذلك الذي سبق تعود إليه وتقرأ في مكون أنمي لغتي إجابة ما يليه كتابياً ألف بما شبه الشاعر الإصرار بالحديث أمام البيت الحرام بما شبه الشاعر الإصرار بالحديث أمام البيت الحرام ولماذا؟ أيضاً بما شبه الشاعر الإصرار بالحديث أمام البيت الحرام بإمكانك أيضاً عبد الأبيات ومعرفة الإجابة ونقول أيضاً نحن أيضاً بدورنا هنا نشبهه بالهلام وهو الشيء الشفاف المكشوف شبه بالهلام وهو شيء الشفاف المكشوف و لماذا؟ لأن المسلم يظهر ما لديه و يبوح به بوضوح و صفاء لما يشعر به من ارتياح في هذا المكان لما يشعر به من ارتياح في هذا المكان با هل بالفعل لا يصح للشاعر الكلام عند بلد الحرام؟ هل صحيح ما نذكر الشاعر أنه لا يصح له بالفعل الكلام عند بلد الحرام؟ و لماذا؟ أيضا بإمكانك الإجابة نقول هنا لا ليس بالفعل يصح يصح الكلام عند بلد الحرام لكن الشاعر عبر عن إحساسه بعظمة هذا البلد الذي يهابو الإنسان الحديث أمامه يعني هو بيان العظمة و لا يصح الحديث جيم ما القيمة العظيمة التي تستخلص مما سبق؟ ما القيمة التي يقصد بها الشاعر و يصالها إيضا إليك و كيف فهمت أيضا هذا النص؟ ما القيمة العظيمة التي تستخلص مما سبق؟ و نقول للبلد الحرام مهابة و تعظيم مهابة و تعظيم دال ما الفكرة الرئيسية التي يندرج تحتها ما ورد في الفقرات السابقة؟ ما هي الفكرة الرئيسية التي يندرج تحتها ما ورد في الفقرات السابقة؟ و نقول هنا الفكرة الرئيسية هي مهابة و تعظيم البيت الحرام لدرجة صعوبة تكلمه عنده مهابة و تعظيم البيت الحرام لدرجة صعوبة تكلمه عنده ثالثا أشرح ما يلي شرحا أدبي أمامك حبكة النجوة هلام و عندك لا يصح لي الكلام لأنك قبلة الدنيا و إني أجلك و الجليل له احترام و إشرح هذه الأبيات أيضا ممكانك نظر الأبيات و قراءتها و شرحها و نقول أيضا يشبه الشاعر النجوة عند البيت الحرام بالهلام و يخبر أنه لا يصح له الكلام عنده لأنه قبلة المسلمين فهو جليل عظيم له كل الاحترام ثانيا هنا أيضا أجيب ما يلي إجابة شفهية و هنا نستفيد هنا من قراءة الأبيات الرابعة والخامس والسادس أيضا و مناقشة أهم الألفاظ من استفادة من أيضا أنمي لغتي هنا ثانيا نتعاون مع من بجواري مع الاستفادة من إضاحة للأبيات الرابعة إلى السادس القيام بما يأتي و بما يلي هنا إجابة ما يلي شفهيا و هذه الإجابة أيضا بإمكانك أنت و زمير أنت تجيب عن ذلك نقول هنا ما علاقة هذه الأبيات بالأبيات التي قبلها نقصد به الأبيات من الرابع إلى السادس ما المعنى الأصلي لكلمة الدعائم و كذلك نقول هنا عن أي شيء عبر الشاعر بكلمة الدعائم ذلك أقول هنا أشار الشاعر إلى وجه للبلد الحرام فما الذي قصده بهذا هنا أيضا أشار الشاعر إلى صوت للبلد الحرام فما الذي قصده بذلك و هذا أيضا بإمكانك الإجابة عن ذلك كله شفهيا اثنان هنا إجابة ما يلي كتابيا ألف أين قامت دعائم الإسلام أيضا هنا بالنظر على الأبيات بإمكانك أيضا إجابة و كيف و نقول هنا على جنبات البيت الحرام قام الدعائم الإسلام و ذلك من مبعث النبي عليه الصلاة و السلام ما الذي عز بالبلد الحرام و لما ما الذي عز بالبلد الحرام و لما و نقول هنا السلام لما لنزول الإسلام بها جيم ما أوصاف البلد الحرام التي أوردها الشاعر في هذه الأبيات ما الأوصاف التي أوردها الشاعر للبلد الحرام و أيضا إمكانك النظر على الأبيات و اكتراءتها و التمع فيها و معرفة ذلك و نقول هنا قامت دعائم الإسلام على جنبات البيت الحرام و عز به السلام منظره بهجة و رؤيته نصر مما قاله الشاعر أيضا ثالثا هنا على جنبات الإسلام قامت دعائمه و عز بك السلام و صوتك روعة تتلى و ذكر على ترتيله سجع الحمام لكي نشرح البيتين السابقين نقوم بما يأتي بداية نستخرج كلمات و تعبيرات جميلة شفهيا أيضا أنت و مجموعاتك ثم نصوغ أسئلة تفيد في الشرح الأدبي و نجيب علىها أيضا شفهيا تأتي بأسئلة عن هذه الأبيات ثم نكتب أيضا الشرح الذي قد توصلت إليه الشرح الذي قد توصلت إليه و نقول أيضا من هذا الشرح أن البيت الحرام قامت دعائم الإسلام على جنباته و تحقق السلام و الأمن حين بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه و سلم و تميز البيت بروعة صوته الذي يرتل القرآن و يرتل فيه على القرآن أتذوق أولا أشير بصح تحت الإجابة الصحيحة مما يلي لاحظ هنا في العبارة يحثنا ديننا الحنيف على أدب الخطاب ما درجة توفرها في القصيدة هل هي كبيرة أم هي متوسطة أم هي قليلة يحثنا ديننا الحنيف على أدب الخطاب ما درجة توفرها في القصيدة نقول أيضا هنا بصورة كبيرة بصورة كبيرة ثانيا احتوى النص على إجلال البلد الحرام ما درجة توفرها في القصيدة هل هي بصورة كبيرة أم متوسطة أم قليلة و نقول هنا أيضا توفرها بصورة كبيرة ثانيا أحدد تعبيرا من النص أعجبني و أشير الجوانب أعجابي به بإمكانك أيضا أن تختار أنت أي تعبير أعجبك من النص و زميلك كذلك قد يختار تعبير آخر لكنك أيضا تشير إلى ما الجوانب التي أعجبتك في هذا التعبير و نحن بدورنا أيضا نقول مثلا يلاموا بحبهم بحبهم قوم أحبوا ولكن بحبك لا نلام هنا نقول لأنه فرق بين محبة البيت الحرام فلا يحبه حين يلام بمحبة غيره محبة غيره و بإمكانك أيضا أن تختار أنت أي تعبير أعجبك من النص و تذكر سبب هذا الإعجاب ثالثا هنا أبين الفرق بين قول الشاعر إليك من البياض أتت ألوف و بين قول إليك من البلاد أتت ألوف هنا ما الفرق بين التعبيرين في قول الشاعر هنا إليك من البياض أتت ألوف و لو قال إليك من البلاد ونقول هنا أيضا إليك من البياض تشبيه أجمل عن إشارته إلى اللون الأبيض الذي يرتديه الحاج ومدى توافقه مع صفاء ونقاء المكان وهذا أيضا دليل على اختيار العبارة رابعا في قول الشاعر يا بلدي حرام أضاف الشاعر هنا كلمة بلد إلى ياء المتكلم بلدي إلى ياء المتكلم ووضح سبب ذلك بوضع علامة صح عن يسار الإجابة الصحيحة فيما يلي لاحظ هنا أن نية الشاعر وحبه الشديد لذاته لماذا قال بلدي هل هو أن نية الشاعر وحبه الشديد لذاته أو أنها إضافة جاءت من أجل الوزن الشعري أو اعتزاز الشاعر بانتمائه للبلد الحرام ما الصحيح في ذلك بإمكانك أيضا أنت بالتأكيد أنك قد وصلت إلى إجابة ونقول هنا قوله يا بلدي هو اعتزاز الشاعر بانتمائه للبلد الحرام هنا أنشد النص إنشادا معبرة وأستظهر النص كاملا وهذا مطلوب منك أن تحفظ النص حفظا كاملا هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة